أول شخص في العالم يستعيد نظره بعد نجاح زراعة أول قرنية صناعية في العالم خضع البريطاني سيسيل فارلي البالغ من العمر 91 عاما لجراحة زرع قرنية صناعية بعد 15 عاما من فقدانه البصر في عينه اليمنى ليصبح أول شخص في العالم يستعيد نظره بهذه الطريقة خضع فارلي العام الماضي لجراحة قرنية بشرية لكنها فشلت في إعادة النظر إلى عينه اليمنى بدلا من الانتظار لمدة عام للحصول على تبرع من شخص متوفى قرر فارلي تجربة القرنية الصناعية وقام استشاري الطب العيون توماس بول بإجراء العملية على رأس فريق من الأطباء أثار نجاح هذه الجراحة الآمال في حصول المزيد من المرضى على هذه العملية التي ستغير حياتهم خصوصا في ظل الانخفاض الحاد في أعداد المتبرعين من البشر والذي بلغ نسبة 40% أشار الأطباء إلى أن نجاح الجراحة في حالة فارلي قد يشكل بارقة أمل كبيرة لكل المنتظرين لزراعة قرنية حيث كان واحدا من بين 200 شخص خضعوا لنفس الجراحة حول العالم وتفوق على أقرانه رغم كبر سنه ذكر فارلي للصحيفة أنه ينتظر استعادة بصره بالكامل لتحقيق أهداف أخرى في حياته واعتبر أن الإنجاز الأهم من الجراحة هو تحقيق حلمه برؤية وجه زوجته بعد 63 عاما من الزواج والتواصل معها بشكل طبيعي وأوضح أنه عندما فتح عينه للمرة الأولى كان النظر ضبابيا ولم يتمكن من تمييز الوجوه لكنه مع الوقت أصبح يرى بشكل أفضل خاصة كلما كان الضوء أكثر سطوعا ترجمة نانسي قنقر